أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتارش أن ألاف الأطفال والنساء قتلوا في غزة خلال العضوان واضحا أن عدد الأطفال الذين قتلوا أكبر من أي عدد في أي نزاع دعا الأمين العام خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة دعا إلى هدنة إنسانية مطولة لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع مطالبا بحماية المدنيين وبعدم استهداف مرافق الأمم المتحدة في غزة عشرة الألاف من الفلسطينيين أصيبوا هم الآخرون والكثيرون غائبون وفي غزة أكثر من ثلثي هؤلاء الأشخاص قتلوا ويقال إنهم من الأطفال والنساء في غدون وفي فترة أسابي عدد كبير من الأطفال يقتلوا بسبب العمليات العسكرية الأسئلية في غزة وهو عدد أكبر من إجمال الأطفال الذين قتلوا في أي سنة من أي طرف في أي نزاع منذ عينتوا أمينا عاما وهذا ما أكدت عليه تقريب السنة حول الأطفال والنساء المسلح وتقدمت بها في المجلس في كل عام وفي الأيام الماضية الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل رأوا بارقة أمل وإنسانية في هذه الظروف الحالقة يقر القرار بحق إسرائيل في ضمان الدفاع عن نفسها وأمنها وتذكر السويسرا هنا بأن احترام القانون الإساني الدولي ضرورة وعلى هذا المجلس واجب وهو ضمان احترام هذا القانون والقانون الدولي حق الإنسان من جميع الأطراف في النزاع وهذا القانون وهذا الحق يحمي جميع المدنيين بما في ذلك الجرحى والمرضى والتواقب الإنسانية والطبية والبنى التحتية المدنية ومنها المستشفيات ومدرس الأنروا المدنيين المدنيين ترجمة نانسي قنقر